مارشال مارشال انا في السادس اولاد وصلت له دينه بس نص ساعة انشاء خاطر انا تركيزي على تاني اوعدني مايكل مايكل هيحاول يتجوزها انت عارف انه ملاقصة ملكية هيبقى ملك شرعي لو اتجوزها قال له مارشال طلب صغير بس ايه الطلب لازم نكتب الوصية اللي انا قلتها لازم تتكتب من اول ايه بسي انا سوف اتجوزك انا سوف اتجوزك اتجوزك لامنه انا سوف اتجوز كميكل اتجوزك 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 ويلا بينا نكتب بدأ راسندل وبيكتب يولو مرشال وقد بيلك that is my usual writing my finger صبعي وقعني my finger hurts me طبعا انتو عارفين ليه الخط مش نفس الخط لان راسندل وزن تزريه الكنج بس دخلت عن مرشال وقال المرشال كوتشان مشهور فعلا that is not your usual writing ده مش خطي جلالتك لتأسهوب يلا بينا نقول يا رب او الهاب نص ايهوب انا بتمنى وبأمل ان people will realize ان نستدرك ان ده real order امره حقيقي اللي بتتقول لي ليه الامنية دي اقول لكم ليه الامنية دي افرد لقدر ربنا اللي في الورع حصل اللي حصل ان لما رحت زن ده عشان انقذ الملك اتقتلت والملك نفسه اتقتل وسبت كمان اتقتل تمام كده ولا انا كراجل بقى مرشال هاخد اجراءات هيكون باعتقال مايكل ومحاكمته وممكن اتل مايكل هيجي لي بقى رئيس وزير الداخلية اعترض على اجراءاتي اولا يرى يعمل ورع دي يجي اراها هو عور شوي يقول له لا it isn't the king's handwriting ده مش خط الملك فخشي في متاهات بقى هاعد اقنع الناس ساعتها ان الملك كان صبعه مصاب في ناس هتسدق ونشبس هتسدق فممكن يكون فيه فتنة في البلد فقال له اي هوب نفسي اتمنى من ربنا ان الناس فعلا تقتنع it is a real mean real order ده امر حقيقي فعلا وفعلا وبعد ما خلصت الحوار مع المرشال بالمرة اودى حبيبتي البرينسس لما رحت البرينسس حكت لها موقفي i am going to zinda برضو ما اودحها ودع نهائي i am leaving still so for zinda بس الصراحة قلت لها نازل zinda for a hunting trip لرحلة صيت هي بقى هزقيتني بقى عايزة تقول له ايه عادتك ولا هتشتريها طول عمرك رخ مبرطة prefer eating to action وعمرك ما شفناك رفعت السيف اساسا في اول شابتر فاحنا ما سادان ان انت تبه راجل قلنا عليك مرة tired قلنا عليك مرة serious قلنا عليك بسم الله ما شاء الله everyone should appreciate you وقالت لنا I admire you رجحت تاني لعادتك برضو رخمتك برضو نازل تجروا رشوات معيز في الغابة يعني عايزة تقول له كده قال لها الصراحة هي قالت له كده so you prefer go hunting نازل تصداد rather than do your duties in the capital ينفع لها تعمله ده قال لها بقى اولها لك على بلاطة I am going to hunt a big animal انا من الاخر I am going to hunt maikel نازل تجيب رعبت مايكل من زنده اتفزعت she looked the surprise I don't know what is going between you and your brother أنا مش عارفة اللي بيحصل بنا كو بين اخوك قال لها you must be my queen في حالة غيابي هاتب بنت الملكة يعني لو انت قتلت انت الملكة قالت له I am ready to do anything انا جاهزة اعمل اي حاجة for the sick of the rootania ودي على سؤال وهتشوفوه ان هي patrotic عندها روح الوطنية والوها تاني patrotic عندها روح الوطنية والوها تالت patrotic عندها روح الوطنية جميلة اولاد ان هي ready 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 ان هي فعلا فعلا تعمل اي حاجة من اجل عيومين رو روتاني المشاك ده خلص يولا بينا نقوم الصبح با من العاصمة سترينسو هيطلع بحملة جميلة طبعا يقودها البطل بتاعنا مستر رودي فريزندل مع المعلم بتاعنا سابت وفريز وهينزل بتين بريف جنتلمان هيختار عاشر رجالة فقط تين بريف جنتلمان قولهم يا امني تين بريف جنتلمان مش هنعرف اسموه مثلا الوقت بس هياخد رصاصة النهاردة في ادراعها اقول لكم عليه اسمه برنينستين بس انا عايز اقنعك بردو يعني انت اللي فيهم حلو اولاد هو انا كملك لما انزل من العاصمة سترينسو فمهمة انتحرية الى زندة انا المفروض اقنعهم شبابي رجالتي عارفين نزيل ليه مايكل يرضيكم تراي تو كيل مي ينفع مايكل يحاول يقوم باختيالي انا احنا نزيلين توبانش مايكل يبقى انت عارفين مهمتكم اللي يشوف مايكل يجيب رأبته الاخر ثانيا واحد من الاصدقائي الجمال اللي هما جايين من انجلترا مايكل كيبتهم ابرزنر مايكل ساجن وممكن يقولون اسم مرة زندة العادي يعني ما تستغربوش يعني عادي يعني ما فيش مشكلة هو اقل ماي فرند هنعوزك ندر حصة جاية ليه صديق من انجلترا كان جاي من انجلند وصل زندة جاي على سترينسو مايكل بقى فسط السكة هي كيبتهم ابرزنر هو مسجون حاليا في الكاسل اف زندة يبقى احنا نزل ليه to set him free نحرره احلى برمجة مستر راسند البرمجة العشرة رجالة بالعربي نزل يا رجالة نجيب رقبة مايكل وكمان يا رجالة في صديق للملك من انجلترا محبوس في الكاسل اف زندة محبوس في الكاسل اف ايه زندة نزلين نجيب رقبة مايكل ونحرر صديق الملك اللي هو set him free وصل الملك اوامر ملكية no other questions محدش يسأني ولا سؤال قمنا على الصبح وصلنا كده قول ساعة العصاري 80 كيلو باللحصنة وصلنا بالعشر يجلب توقنا الى فعلا زندة بس زندة مش هننزل في الكاسل زندة مش هننزل في القص المنشن هننزل في بيت اسمه ترنهايم هاوس والاسم مش غريب عليك هيبه البيت ده بلونج تو ينتمي الى a relative of friends اللي احنا دائما نقوله friends von turnheim اسمه الماني خلاص كده هذا المنزل يبعد 8 كيلو 8 كيلو opposite على عكس طبعا الكاسل opposite it is about a hell حواليه heavey انا اسف اللي بسموها leavey trees اشجار كثيفة يعني المنطقة جميلة وخادية مش هايزة اقولك ملحاة تشرتاح لقيت استراحة we were visited فيه ثلاث كلاب جمزرونة ولد اسمه لونجرام والولا اسمه جرافيستين والولا روبرتي هنز وهي خرب بيتهم التلاتة دولة ياولاد كانوا هما اللي في الكاسل اللي كنا بنسع علوها والشابتر بتاع 5 هما سابوا اماكنهم باهم احرار ولاد البلد بقى طبعا مين هحل محلهم التلاتة البلطجية الاجانب بقيادة دي جودت وبرسني ودي داتش اطمينكم رازيندل هيتباحهم الحصة الجاي مع السلامة والحصة الجاي دوم هيتقاتر مع السلامة الوحيد اللي هينجوا الكلب ده اللي هو روبرتي هنز تمام والصراحة روبرتي هنز ما ريحتش لقيته جاي لي وزق ميسج هتستغربوا بقى من الميسج يبقى انت فاهم يا مستر اه فاهم وانتوا فاهمين ان فضايحنا بيننا وبن بعد كأسرة ملكية او على الفضايح توصل للشعب يعمل صورة ضد الملك وتتحول زي مصر بلدنا حبيبتنا تحولت من بلد ملكية الى جمهورية بصورة اتين وخمسين حلو الكلام حلو الكلام فعشان كده الطبيعي ان الملك ينزل المنشن انما اللي مش طبيعي ينزل لواحد من ابناء الشعب اللي هو بتيرنهايم هاوس فروبرتي هنز وبيقول لو حد يسألك ما تفضحناش كأسرة ملكية قل روح للناس ان مايكل في المنشن بط he was very sick قال له مرض خطير serious illness هو قالها serious disease مرض معدي and so many of his servant كما لو كانت قالوا مثلا covid-19 مرض معدي او swine flu في الوانزة الخنازير او بيردي flu في الوانزة الطيور كده يعني مرض معدي فعشان كده اقول لي الاخوية بيحبني ومنحبه فيها قال لي وقعد تنزل المنشن قال لا تدعدي يبدأ كلام مقنع ابتسم مستر راسندل السلام على الزكاة i am so sorry for my brother زعلتين على الاخوية i hope he will feel he will feel better soon ربنا يشفيه من قلبه ربنا ياخده صح ولا بس ما قلت ليش يا روبرت هو روبرت في رجالتك كلابك التانية ما قلتش ليه معك دو جو ديت حبيبي لا تروا الحصة جاية ولا الكلب بيرسوني ولا دي داتشار سمعت ان هو فيه بانتيج فيه ضغط ضغط كده كنت ضرب انا والمبارح تمام روبرت يضحك يقول داتشار ما تقلاش عليه he will be fine مستر راسند يقول لا 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 تقعد طب ادفع حاجة eat something تأمل لا 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 ما قدرش ادفع معك حاجة i have a lot of di طبعا you have a lot of di عندك واجبات يا مت راجل صحي بتتل رأيها بتتل غرف ده وغارف 60 نصيبة اخدهم التلاتة غارف ده مين غارف ده ده لونجرام جرافستين ولاد الصايع روبرت هينزو ما صدقت انه غارف ده ده والدنيا دخلت عضالم كده رحت واخد حبيبي بقى فريدز الله يا ولاد في مشوار تابع شابتر one فاكر حاجة اسماء قابلنا واحدة اسمها الانكيبر هيوها يا مستر قابلناها اللي الالد اللي اللي كانت بتاع شاك مايكل اللي قالت عنه مين ما يعشق مايكل مهتم بشعبه وقد ضد الملك بتقول ما نعرف البنت بقى فاكر الانكيبر ده الالد دوتر او الالد اللي كانت منبهرة بهز رد هير الصدق ظهرت ورح مشوار في الخفاء بس بيقولك وحنا راحين من تيرنهايم هاوس لزند البلد في المسافة ديت وانا ماشي في الشارع الحمد لله المكان كان امن ليه زرارة حلوة جميلة ولما وصلنا الان كنت مغط وشي يعني متنكرا لغاية ما دخلت الفندو ده و اردر دي اميل طلبه عشا لغاية ما البيت جابت باللطباق اللطباق اللطباق فين يا جماعة اللطباق اهي اهي عشان فاهم مشهد بس موضوع اللطباق اللطباق معايا يا سيدي ولما جات باللطباق الصراحة جاست ان انا انكفرد مي فيس اللطباق بقاوت ان هي تضربها تقع من ايديها وراحت الله يخرب بيتها مسرخها فوش مستر راسندل اي نو يو انا عارفاك you are the king انت الملك انا قيل للمامتي من اول شابتر you aren't an englishman وراحت محتزر قال I'm so sorry احنا قاسفين forgive me سامحنا if we see something wrong لو قلنا حاجة مزع عليك make you angry يعني قال لا I will forgive you سامحك بس بشرط you must bring لازم تجبيلي جوهان هول في من تحت الارض هو عايز جوهان ليه شغله ك جسوس سباي قلته جوهان انت تسألني انا عن جوهان جوهان he works at your castle شغله عندكم اساسا he never comes here ما عادش يجي زي الاول قال لها اوامر ملكية ما تقولش في الكلام قلوا له جوهان to meet me لما يقابني at 10 o'clock at night يجي لي بكرة عشرة بالليل you must not see anything to anyone او عتقولي لحد اللي انت you have seen the king اللي انت شفت الملك تمام حلو الكلام هي تلع على جوهان won't you hurt him مش نوتي اطلاقا if he does what i want لو عامل انا عايزه والمشهد ده خلص على كده واحنا راجعين الدنيا امام برضو بقولك زرارة بس مين عم تزلبط طبعا الان علينا سابت يقول لنا are you safe نقول له طبعا يعني what should we be يعني مفروض حالتنا تتبقى اي يعني طبعا safe ما انتشفنا زلفل اللي عم بقى فوق ما ينفحش you mustn't walk alone without a guard اللي لازم تمشي بحراسة مش مساعداني اطلع فوق upstairs الولا هو برنينستين واحد من العشر رجالة يا ده بولت مضروب عليه نار in his arm اكيد اللي ضرب عليه يا اما روبرت هنزو يا اما لونجرام يا اما جرافستين متأكد من كلامك ليه قال له برنينستين قال لنا شاف على الشجر فوق مستنيك تعاد عشان يضربه عليك نار تمام i think قال له كده the next to pull it الصراحة الرصاصة الجاية will be free for you استدق كلام سابت طالح صح لان تاني يوم الصبح من جال بقى روبرت هنزو بس جاي بمكمة السفالة وقلة الادب قال ل i have a message راس اندل ينفح تقول لي حسن جواب السؤال ده ما صحش فين كمت مستل تمام ده نفسي ببقى حتى مالش مستر راس اندل ما قاله هاش مالش your majesty ما قاله هاش مالش your highness فخامتك عظمتك ما قاله هاش ماحترمش حتى لنا رجل من انجلترا i have a message راس اندل ده زعلت راس اندل قال لي بص يا روبرت if you couldn't address the king لو مش عارف تكلم الملك حبيبك ده اللي قدامك ده تمام politely i will ask my brother هقول لاخويا to send another messenger يبعث لرسول غيرك عم فوق بقى you still pretend to be زي ماحنا كنا هارشينك we know you aren't the king ماحنا كنا عارفين انده مش الملك هاتمثل علي انا ده انا روبرت هنز وقال له ماشي يا سيتي the king isn't over هو اللعبة خلصت you can't see in public لو انت راقل اروح للناس اننا i am not the king you can't see ما تدرش تقول للناس انتوا يا كلاب you have kidnapped the king قال له ما تطوتش معاه في الكلام اعتهم يا الله الكلام المسج كالاتي برضو نعيتها نعيتها i save journey to the border واناها دي save journey اه 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 تبعلكو عاض هادي كلمة save واناها كذا مرة وهادي كلمة journey وهادي بقى مليون اكتبها لكم كم صفر بقى كم ستة يا ولاد ستة يا مستر شكرا يا مستر هيكتبها مليون قطع دهب بس سرحل بقى قال له go from here راح ترضو ميشي فعلا روبرت هنزو وانا اي فولدهم وكان معا سيرفنت عشان تعرف فوضعه كمان يعني سيرفنت يعني بيجهز الحصان عشان يركبه راح راجع مرة تانية الحيوان ورجع روبرت هنزو وقال لي مستر راسندل لتس 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 يلا بينا check hand والله مانا ماشي قال لي ما اسلم عليك الصراحة جاي اسلم علي بمنتهى الغدر والخيانة راح تعالي راح تعالي ميشولدر كيمة دي مهمة بص هنا البرزنت البرزنت اسمه ايه ستاب لما تكتب هالي باص تبقى ضاعف البي تبقى ستاب دمي تعالي ميشولدر اي قرأت او صوت صرخت شلوني هيلة بيلا حطوني فضل الفؤاني مع الولا برنينستين فتحناها مستاشفحنا يبقى فيه ادنين انضاربوا النهاردة حبيبنا برنينستين اسمحها برنينستين تمشي برضو هنها بس هي برنينستين عشان عافنا يكتبها او لو شفناها ننتقى صح بلاص طبعا مستر راسندن نفسه ما تبقى من اليوم ما فيش احداث اللي فاضل يا مستر فاضل ان تطلع ان فريدز هتطلع له دور جميل قوي وانتو عارفين دوره بيعش هيتكلم في غراف النوم اتكلم قبل كده ثلاث مرات وده المرة ربعة تقريبا يا عم ام بقى انت عملي فاتعبان زي دكتور قال يعني الطعن اللي انت قد ده سطحية يا عم ام يا عم مبروك عليك يا عم زي خطتك نجحت الولا جوهان وصل جوهان هولبي اولاد انزل هو كان في الدور التاني انزل بقى تحت تاني جوهان وصل جوهان 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 ان هو اشتغل الجسوس معانا كسباي ويبدو اللي فرحه فرحه ان هو عارف مايكل بقى الملك ان هو نفسه جوهان عارف ليه اقولك ليه زي الافلام كده اللي منشوفها زعيم العصابة اوصل اول ما يوصل يا ولادي الكنز اللي هو عايزه كل كلب ساعده يا طرقبته ليه عشان يحوز عن مال وحده يبقى انت عارف يا جوهان ان مايكل كراغي الغدار لو وصلوا بقى الملك اول حاجة يعملها كل حد ساعده يبقى هو الملك هتخلص منه مين ساعده الستة البلطقية ييتلهم ويجيب غيرهم واسوء منهم عادي مين ساعده جوهان زي ماذر عادي ييتل جوهان زي ماذر وييتل جوهان هولف وماكسو هولف هيظر دلوقتي برضو هو متسلسل يعني كده مربوط وشكله شخصية ضعيفة وشغل وشغال مع اماكن مش حبا فيه هيوز افريد افهم احكي لي بقى يا جوهان هيبدأ جوهان هولف الصراحة يحكي يحكي الصراحة الخطة الاولى والخطة التانية طبعا الرسمة ديت هتشوفوها الحصة جاية بالتفصيل تاني اه تاني انا بقولها عشان تفهم جوهان وانا في اخر ورقة في شابتر سيكس وانا في اخر عشر دقائية في الشابتر وهولهم ببط وبرخامة عشان تفهمها الصراحة جوهان هولف الاول يوسف الكاسل هولف وانت داخل الكاسل زرار في غرفتين زرار اول غرفة تخيلها الكاسل تعني تخيلها انها كانت منحضر جبل جرانيتي كده هما بقى خرطوا كده داخلوا جوه اخترقوا وعملوا غرفة اولة او تانية وحاولين الجبل ده بعد ما عاملوا كاسل قاعدوا يحفروا عاملوا زي دي بايه موت زي الفرعنة جبابرة كده لما عملنا معبد ابو سيمبل زي اخوانا بتوع سعودية اريبيا يدوم الصحة ربنا لها نفسك كده داخل جوه الجبل ماشي لك ربع ساعة عامل لك نفع جوه الجبل يبا دي حاجة خرطوها من الاخر كلمة كارف اللي جاي في الميونتز اللي جاي ان شاء الله في الميان حتى الفرستروم الفرستروم منحوتها جوه الكاسل نوصفها there is new windows من غير شبابيك وصفها it was lit by a candles وصفها زرار فيها three three ثلاث كلاب موجودين فيهم مين هما three الولد يجدت موجود الولد يجدت خلاص حفظنا الاسامي وبعد كده نخش بقى يا ميستر الى second room هي دي الغرفة التانية بقى وصفها جات في امتحان مسؤال مقالة describe the second room الوصف تح ايه يا سلام على الوصف مفيش غرفة من غير شبابيك بس تضيب الشبابك ده بقى التاج دباي باي wide wide اهي 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 باي بانبوبة هزي الانبوبة وصفها بقى الانبوبة بقى اللي انت شايفها ليه التوزة موت الخندك الماء ليه هتعرفه ليه الوصف مهم ويبدأ بقى يشرح له الصراحة الخطة كالقاتي اللي مجاهزة العب قري دوك مايكل عامل ايه بقى في الخطة يقول له بقى if you attacked لو انتو هاكمتوا الكاسل with few people زي ما انا شايف كده جايبين 10 brief gentlemen دخلين بسبعة او ستة منهم يعني عدد بسيط تمام دي ده تشارت موفد دي ده تشارت كان في الفريست روم هيخش على الساكن دروم اللي اريدي فيها الملك هو الف الوصف ان الساكن دروم فيها الملك الساكن دروم الملك في الغرفة دي اللي فيها ويندو اللي فيها باينب الملك طبعا بويزون يعني ما اسمون فعلا very sick تمام ما فيش رحمة اطلاقا يا حبيب ده مرمع السرير in a hopeless case في حالة ليرثة لها وبعدين tight two heavy chains مربوط بسلاسل في دي وفي رجلو حد بي نقول له ما بيشربه بالعافية ما بيقومش من على السرير حتى زلزنو دكتور لسه هطلب دكتور لسياتو المرة الجاية ان شاء الله في الحصة يلا بينا عشان نيتل الملك بقى لو انت يارى سندل دخلت بخمسة ستة سبعة وهجمت كده على الكاسل بسلمتك كده ان شاء الله بص واشوف اللي هيحصل دي داتشر يتحرك من الفرست روم اللي هي قلنا مخروطة كده وفيها لمبة ولا ما فياش لمبة ده آسف فيا شوية شامع من نورنا بالعافية اتحرك دي داتشر يعمل ليه طالما انت دخلت عملي رجالة بقى تعال كده هتشوفكم العلباء هنية للملك بنرميه في الأنبوبة طبعا العيلة هتقول لي ما هممكن يبان على وش كده اقول لك لا مش هيبان على وش ليه لان السلاس اللي كان مربوط بيها تجره تحت الجسة نفسها بتاحت يعيني هتبقى في قاع المية وبعد كده من الكلبين اللي مع داتشر دي بقى جمبت انتو ينط جوه المصورة هيطلعوا في المية زي ما انت شايف سوما كروس هيعوموا على الضفة التانية في هورسز احسنة مستنياهم ويهربوا في الكاب لما تيجوا اكيد رزيندل هيب مزارك عره شكرا تبقى احسنة شكرا تبقى احبل قدام رجالتك انت لسه اقنعتهم ان في بريزونر جوه الكاسل يخش مش الوحد يسر رزيندل طب لو هجبنا على الكاسل بي جبنا مجموعة من ناس يعني يعني انا اقنع ممكن اقنع مارشال سركنتش يجيب لكاتبة جيش جوهان يقول فضحت كاتب بجلاجل ليه there is another plan في خطة تانية الخطة التانية يا مستر we will do the same هنعمل نفس الحركات عيد يا مستر هنعملوا ايه the dutch are the moved يعمل يلا اتبع kill the king put the king into the pipe the heavy chains pulled him down 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 as the bottom 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 of the mood وبعد كده the other men jumped into هينط كلهم from the pipe swam across يعوموا على الدفة التانية took the horse خد الحصان ويخلع ويهرب بس احنا بقى في الخطة التانية لو جايب ناس كتيرة فضحتك بجلاجل بقى هنزود حاجة بقى بعد ما قالوا ويولدو زي سيم وعدتلكوا تانية هنعين نزود بقى ان مايكل will arrest one of his men بعد ما نقتل الملك ونرميه في القاع هنزود حاجة واحدة بس اللي احنا هنقبض على واحد من رجال الدوك مايكل بقى عشان تبب افضحتك بجلاجل when you arrive لما توصلوا مايكل والكيم مايكل هيجي معاكم مش هيخاف ويخش الكاسل ومش هيخاف ويشاور ايه على واحد من رجالته يبقى انت هتهتول الملك ونحط مكانه واحد من رجالة مين دوك مايكل وليكن يا عم روبرت هنزو عشان نفهم اكتر واكتر وبعد كده اكيد مايكل هياف للناس يقول لهم i arrested one of my men ايه اللي جايبكو يا جماعة الكاسل ليه ده كل الدقة دي كلها ليه عشان تنكذوا روبرت هنزو ده واحد من رجالتي بربي he had been rude كان ايه لأدب towards this انتوانيت دوما بانت اعمل ايه انتوانيت ماي جايبكو استضفت حبيبتي جاية انا مستضفها الولا روبرت او الولا لونجرام او الولا جرافستين او اي كلب من كلابه بيد داعي انه اتكلم بقيلة أدب قدام انتوانيت انا بربي بعلمه الاتيكات ومبادئ الله يقرب بيت وهيجيش اللينا هيكون قدام الشعب كل انه هو راجل محترم وبيرب رجالته عشان يتكلموا بادب قدام مثلا نضيفته ليه انتوانيت ويطلع مين اهبل منها بلا مستر راسندل فهمتوها يا ولاد عيتها عيتها تاني الخطة التانية ايه اللي هيحصل في الخطة التانية قال له ويلدوز اسيم لو جايين بعدد كبير هنقتل كده كده المالك بس في الخطة التانية هنزود حاجة بس ان مايكل ود ارست one of his men هيبود على عدم رجالته ولما تيجو مايكل هيجي بالضبط والله ويقول للناس كلها انا مبابدش حاجة يا جماعة انا بنبي رجالتي I arrested one of my men because he had been rude كان ايه الادب towards Antoine into my band I want him to speak politely in front of the people ويبدأ بقى الصراحة الصراحة مايكل يبقى قدام الناس امان البرينسبل ومستر راسند اللي يبدو انه وكريزي وممكن مايكل ساعات يسجد ويرقع لمستر راسند انت المالك انت اماننا ومستقبالنا وبنان عليه يطلع رجل مجلول قدام الناس اللي فاهم زيادة على اللزوم عارفين ميه ثابت بعدما سمع الخططين دي بدأ بقمة الغضب يخربت مايكل هعرف راسند لو هجبنا على الكسل كويتلي بهدو سيكرتلي بسرية قبل لي جبنا ناس على الملأ تهاجم من على التهاجم الكسل زا كينج الملك كده كده هيتعتل راسند دينوا حضن يا راسند زي سير نيكست يير زي ستايم نيكست يير زي النهارده السنة جاية اوعدك يول بي زا كينج شكلك هتب الملك الى الابد يعني معنى كلام دي استحان ننقذ الملك راسند يبدأ جوهان جوهان قول لي جوهان عشا خاطر يا جوهان 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 قول لي يا جوهان عشا خاطر هو الملك عارف انه هيقول بي كده قال له ايوه عارف كل اللي في الكاس الناس كلها مجرمة وكمان اقول لك مين عارف ان الملك هتقاتل اخويا الكل بماكس هو اللي عمل حركة ده هتلاقوا يا ولاد على طول هاي يعني كما لكن هو اللي ركب هاي هو اللي ركب هاي الامبوب نفسه ماكس والحصة الجاية ماكس هيبقى في الارب ده يا جماعة والحصة الجاية دي بتاعت شابتر سيفل يا جماعة راسندل هيقوم ولما يجي هيسمح حوار بين الملك ودي داتش جوه الكاسل وهيلاقي اللي في الارب ده الواد نايم ماكس هيئة الحصة الجاية حبيبك مستر راسندل يا عام ماكس اخويا كلب هو اللي يعني تمام اوام الملكية من مستر راسندل جوهان you can go back ارجع مرة تانية to the castle if anyone لو حد من رجالتي اللي بره سعى لك is there a prisoner in the castle yes قل له فيه ايوة في مسجون في الكاسل if anyone لو حد منهم قال لك who is he you should say anything او اتقول على اسمه طبعا i will help you هقف معك انا if you help us لو ساعتنا ولا you will never be safe مش رب بأم فكده كده انت رأبتك تحت ايدينا وماشا جوهان ويبدأ استابت يا أولاد سابت يا حبيبي سابت يا أولاد سابت يا أولاد سابت يستحق يتقلن هنا سابت يسأل سؤال يلخص مأساة شعوب كتيرة في العالم مأساة ناس كتيرة في العالم سابت يسأل اقول له طب انا عايز اسأل سؤال يا رزيز how can we save the king هننقذ الملك ازاي قال له تنقذ الملك عايز تنقذه حاضر من عيوني there are two ways to rescue the king في حلين عشان ننقذ الملك to get him out of the castle عشان ننقذ الملك في حلين أول حل بوصح الحل أولاني مش في داية الحل الأولاني ربنا لازم يتدخل ويني دا miracle كمة miracle miracle يعني باحتاجين معجازة حاجة تشيل مايكل ربنا هياخده دا هو الحل فيروس يشيله مصيبة تاخده دا هو الحل طب الحل التانية بص 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 برضو مش في داية او مالفيد مين someone of his men واحد من كلابه بص على الفعل دا اول مرة تشوفه بتري بتري يعني واحد من كلابه يخونه احساسك عالية ولا it's possible impossible impossible it's impossible to rescue the king بس اللي حط العودة في المنشار هو أنتن هوب وبدأ يعقد 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 المشكلة منها حلال حصة جاية أوعدكم أنتن هوب هو اللي يفق العودة في المنشار أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أكون موفق في حصة النهاردة ويخش على شفتر السادس المستع إلى نفس الكلام مارشيل أبو سئيدك ركز معايا you must promise اوعدني you will protect the princess تحمي the princess مارشيل as you know زي ما انت عارف وانا عارف ان مايكل عنده مشكلة his mother wasn't from a royal family and he can only legally هيبى ملك شرعي امتى if he marries the princess I promise مارشيل I will write down what I have just said لازم اكتب كل كلمة قلناها بط مشكلتي my finger hurts me وبدأ فعلا يكتب هذا الكلام قدام مارشيل سراكنيتش يا جماعة بس الخط مش الخط واحنا عارفين ان الخط مش نفس الخط لان مستر راززيندل wasn't a royal king بس السادة موضوع السابعة داخل عمرش جاء له فعلا جلت الملك yes sir the writing is a little different مش ده خطك اللي انا عارفه I hope people know it is a royal order يا ربي يا ربي يا ربي الناس السادة انه ده امر ملكي ليه يا مستر بتدعي كده اقول لك ليه لان افرد اللي في الوصية ده حصل عادوا ثلاثة ايام مفيش ولا مسج بعد 24 ساعة انا هطلب اقابي للملك مايكل رفض هيتم اعتقال مايكل واعدام وهيجي لي بقى وزير الدخلية اعترض لي زا بوليس شيف اقول له لا ده الوصية زا ما انت شايف اهي وبنفزها اقول له لا that is not the real writing ده مش الخط الحقيقي بتاع الملك ساعتها بقى اقول له بقى اقنعه ده كان صبع متعور ولا مش متعور هخش في متاهة فعشان كده دعا الدعوة الجميلة دي ايه في الدعوة الجميلة I hope people no it is a real order يارب الناس تعرف ان ده ريال ايه order تمام the princess will be safe with a with me بعد المشهد الجميل ده هيرجع تاني يروح للبرينسس يقول له خلاص ودعي النهائي بقى وانا ماشي بقى يا برينسس الصراحة انا ماشي طبعا فرا هانتنج هو الاول الا هانتنج تريب الراجل طلع مؤدب انا نازل رحل الصيد هي بقى بتطريق البلد عادتك ولا تشتريها ما انت طول عمرك رخم ما صدقنا تسترجل خمس ستة اسابية راجع لتاني بردو لعادتك بردو ينفع كده you would prefer to hunt animals ما انت كنت لازنها راجع من زندة قبل الكرونيش رايح تستغل شوات معيز بردو يعني انت ينفع كده ينفع hunt animals then do your duties in the capital الله اسمحيلي انا اساسا نازل the thing i hunt is very big animal نازل الصيد حيوان شرس because من اخر i will be hunting my راح تي بقى شكلها انزعك this will be dangerous اقولو لا if you if i don't come back لو انا ما راجحتش you must become queen انت الملكة بتاعتي هي ساعتها قالت i don't really what is going on انا مش عارفة اللي بينك ومن اقولك but i will do what is right for ريتانيا من هنا نقولو انها تعمل اي حاجة من اجل ريتانيا انها she is patriotic عندها روح الوطنية and if that means becoming the queen لو انا كده كده هتطر رب الملكة انا موافقة then so be it من اجل عيون ريتانيا هو يدعي دعوة والدعوة ربنا يستجابها لتأصهب يلا بينا نقولو يا رب يا رب that is not necessary ما يكونش ضروري تب انت الملكة ليه دعوة دية يعني معنى الدعوة قولي يا رب انجح وحرر الملك بتاعكم وانجح واجيب رقب الدوك مايكل وهينجح من الاخر الحصة الجاية ومايكل هيتقتل ولا هيتله روبرت هينزو والحصة الجاية مستر راسند برغولتو هياة التلاتة فليلة هياة الولا دي جودات وبرثني ودي داتشارد كمان وهينجح ويحرر الملك كمان مبروك عليك يا عم حرقتلك القصة شدي حلك بقى في اللي جاي بقى وفهمنا الدعوة لتأصهب that isn't necessary ولولا لونجرام هيتقتل ولولا جريرفستان هيندبح وهنزل يلا بالسلامة بعد موضحة برينسس مع مين تيم بريف جنتلمان وانا شرحت لكم تيم بريف جنتلمان واخدتهم وعمدتهم شوية برمجة غير عادية رجالتي نزل ليه معايا نزلين طبعا عشان ربي مايكل تمام ليه اللي مزعلك من مايكل مايكل قال ايه he in prison ساجن one of my friends is in the castle of zinda ليه صديق من انجلترا وممكن يقول له اسمه راس اندل كمان عادي ماله موجود جوه الكاسل of zinda فنزلين مايكل نزلين تو punish مايكل and they set my english friend free انا نزل لمهمتين اعاكم مايكل عللت ادبه وحرر صديقي اللي موجود في الكاسل of zinda برمجة ياولاد زكايا غير عادي يا جماعة وانا الملك no one asking me any questions مفيش حد يسألني ولا سؤال نفذ نفذ ادرب ادرب اتل اتل عارف يا له عندنا حاجة اسمها لو جندي ما قداش اوامر الزابط في الجيش يندرب علي نار خيان عظمة على فكرة يا حبيبي في الاسلام ده من الكبائل العظمة كمان الهروب عند الزعف ما ينفعش طرعين احنا نهجاب العدو ولا ناس بتايرا مني مين وشمال انت تموت بطل فعشان كده هو برمج الناس اللي معاه واتبرمجه على اساس نزيل المهمة اين لانه فعلا حاول يعتدي علي وحاول يأتني اساسا نقطة تانية مهمة زي ما قلت لكم ليه صديق من اجلترا كان جاي يكلمني عن خيالية مايكل فهي امبريزوندهم وصلنا تيرنهايم هاوس حبيبي وعرفنا اتزا هاوس بلونجتو ارلاتف اوفريدز يابعد ايت كيلومترز اوبيسيتو زا كاسل ويور فيستد باي ثري اوف هس سيكس من ظلنا تلاتة الاجانب الولا الولا لونجرام زهر اللي كان في الكاسل سابها بقى عنده حرية الولا جرافيستين زهر ساب الكاسل خلاص والولا روبرت هنزو الوزوري استكريم سابه الكاسل حد يسألني طب لما دوم سابه الكاسل الملك في حماية مين في حماية بقى الثلاثة الفورينارز بقى يعني هما بدلوا الادوار طب مين جوه ان شاء الله الحصة جاية قتل هللا 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 جميل قوي طيب الولا الصراحة روبرت هنزو بعث لي ميسيج من مايكل لان الملك لما ينزل الطبيعي ينزل في المينشن ده المكان بتاع الملك الطبيعي ما ينفحش نقول للشعب انه في خلاف أسري في المملكة من الأسرة الملكية ما ينفحش الملك ينزل البيت ده الاسمه ترنهايم هاوس فكما لو كان مايكل بيقوله بقى ما هوه على الناس بلاش ننشر فضايحنا قدام الشعب قدام الجيش قول للناس أخويا بيعشائني وبيحبني بس هو عنده مرض خطير زي كوفيد ناينتين جاله كورونا جاله حزبة جاله بقى بيرد فلو او سوين فلون فلوانز لا مرض المعدية يعني مش هو البحثه ده حتى هو ورجالته فابتسم مستر راسندل ابتسامة جميلة قد كلمة دينجرس إلنس اللي أنا قتلك عليها وادي مايكل مريد وكمان مينيقف هسيرفنت تمام عشان كده ادي التبرير ده ابتسم الصراحة مستر راسند زعلتني عالحيوان قوية ربنا يشفي حالا وقصد ربنا يقضو حالا طبعا and what of your friends فين بيت كلابك مش شايف الولا دي قدت ولا برسني ولا دي داتش لنستضربه سبعت نوم وصاب ربرت بتسم طبعا بيلا احو الكلام على باع قلو ما تعله شئ ينودين توري دي داتش هاي قوم لك و هاي اكتالك إن شاء الله will be a fine تمام بريحابس عوضو عوضو ارتحوا معانا وطفحوا لقما stay and eat with us اغلا والله احنا تفحني خلقه you are very kind but unfortunately we have important duties عندنا واجبات غير عادية to get back at the case قاله طبعا رح انت صلو يعني دنتو على مبالطقية of course you do دنتو يبتئتو ليبتسرقو thank you for coming I look forward to seeing you again وغارو فدهية وبعض ما غارو فدهية سبت قاله خلي بالك روبرتي هنزو ده الزور السكرميلا ما سدانا ان سبت ريح وروحت وقت فريدز من وراء حبيبي كونيس سبت والطريق كان آمن ورايح مكان كلكم عارفينه اللي هو الان الانكيبر the two daughters بس لها ما نتكلم على الانكيبر all the daughters اللي علاقات فهو الشابتر على شعر الأحمر وانا راجل مهلم كنت مكرر أجيب جوهان أشغله معاك كجاسوس هو الوحيد قال له معلومات عن المنطقة دي من علمي أنا في أول شابتر I have been here before ده بيقول لي فريدز قال له won't they recognize you then قال له بص just to do as I see نفذ اللي هقوله وكله هيب على ما يرام ما صدقت اللي أنا وصلت فعل قابلت بقى البنت اللي نسمي منها the old daughter I asked her for food طلبت منها العشاء ما عمتش حاجة بعد ما طلبنا العشاء وجايب هي الاطباق the place just to learn I covered my face كشفت عن وشي اللي اطباق على وشك ورحت مصوط الله يفضحها You are the king أنت الملك I remember you أنا فكرة كويس when you stayed with us في أول شابتر وقال داني I told my mother you weren't really an English man أنا قلت المام ده استحالة يكون من انجلترا that you were the king أنت كنت الملك بس كنت متنكر I am sorry أنا أسف if we said anything bad when you stayed with us هو عدت كنت من ننا في حاجة قال لا أنا سبحك بس بشرط I will forgive you if you promise to help us I wanted جوهان عايز جوهان هول في من تحت جوهان عايزه مني لأي جوهان he never comes تطلوب لي من ننا هو شغال عندك وأساسا he works at the castle انت ناس ولا لا بس من آخر أقوام الملكية You are still friends أنا عارف أن أنت أصدقاء tell him to meet you tomorrow تجيبي من تحت الأرض الساعة كام at 10 o'clock at night 10 بالليل يجيلي على المكان اللي أنت عارفين يا أولاد in the home house وبص بص 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 to know one أو تقول الحد إن أنت you have seen the king اللي أنت شفت الملك اللي ўلادي Do you understand هي بقى بتطمن على جوهان You won't hurt him إيش نروح تنزيه قالها إطلاقا If He does As we ask لو نفز اللي إحنا عايز ينو وإحنا رجعين في أمان مين بقى الان عالينا لكل مرة كل مرة قال لها سابت يقول له يقول له قال له يا عمي يا فيها حاجة كمان احنا مشين زي الفول يعني وي ار فاين وي شود انت وي بي الحالة المفروضة عليه قال له لا اقبوه بقى اتسيمت انت شغلك بتدلع اتطلق احنا هنا مش في امن ولا امان انت لما تمشي لازم تمشي مع الارج جروب ببيبول حرص معاك مش بصدقني ليه واحد من عشر رجالة اسمه برنين ستين اسمه برنين ستين اسمه برنين ستين وانت قاوت قال لهم كان ماشي الواحد وانضرب عليه نار واخد رصاص انا خايف ادي كلمة بولت ها هرالخو كلها حاضر وانت قاوت قال لهم انزا وودز اللي هي الغابة يعني اللي هي الفورست هسو ثري من شاف ثلاث رجال عالشجر منهم روبرت هنزو ولون جرامو 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 ستين عادي هما دوموا الثلاثة المنطلقين في الشوارع بقى بيدربوا ويدبحوا وانشوت هم واحد ضرب على نار اطلع فوق وكمان واخد رصاصة بولت ان هز اي ارم بتيجي تشويس ديت واخد رصاصة بدراعه زاني كستبولت انا خايف ان رصاصة الجاية كود بي فور يو صدقوا كلام وطلع صح ليه امنا الصح لان روبرت هنزو دخل عالينة بالمشهد اللي كم متقلة الادب بقى i have a message for you Rats Lats your highness majesty الحاجة راح راس راس بقول لك يا مني if you don't know how to address the king my brother must find another messenger اخوه يبعت اي نسان محترم غيرك قال لي عم بفوق انت لسه بتلعب دور الملك ولا ايه وراح بدحك وقل نو كنا نرافل انت مستر راسندل قال له ماشي يا عم بط يو كانت سي ذات ان بابليك لان الناس هتعرف لو انت قلت علي ان انا مستر راسندل هيقول لها تبهور الزريال كينغ هتروح تقول له الناس يا كلاب ان انتو كدنابت الزريال كينغ غطفين الملك هتروح تقول له الناس ان انتو كيلدل ولا جوزيف زا جيم هي اللي ابا خلصت يا حيوان هزن تفنش ديت لغات ما تخلص ايولي تشوز ما يقول نام انا مستر راسندل واتس يور ماسيج قل رسالتك هالا بسرعة قال له الرسالة لا ضدها اساسا ليه مايكل عارض عليك قال ايه اساف جنر تو زا بوردر اند اماليون جولد بيسز اماليون اماليون جولد بيسز وبعد كده بيقول له انا اساسا كنت ضدها امشي حيوان بفلوسك وملايينك ماشي من قدامي وانا مشيت وراه ولقيته بيطلب السير فاندي جهزه الحصان وراح راجع لي تاني الحيوان اهه هيا فين يا جماعة ها لديس اهه والله من يماشي لما سلم عليك وابسلم عليك راح تطلع ماتوه بتاعت وليه his knife and stabbed me in my shoulder صوت تسرخت ليه I didn't expect ان هو فعلا he is this honest انسان خاين cried out قلناها لما اتوقع لما اتوقع ان هو يخني بطرو بيرتي خرب بيتو نطع الحسن وخلع as soon as a possible وطلحت انا بقى في الدور الفواني والصراحة على اخر اليوم من بيحش يتكلم في غرف النوم حتى في ترنهيم هاوس هو فريز يا عم فوق بقى ومبسوط هو قوي قال له the doctor says الدكتور قال your arm will soon be better يعني الجرح سطحي هتعملي فيه عيان خذ الخبر ده the good news احلى خبر في الدنيا النيورب اللان خطتك نجحت الولاد جوهان وصله down stairs واللي هيجينيني الحاجة الغريبة قوي ان جوهان is very happy to be here عارف ليه he seems to know that هو عارف ومدرك if مايكل's plan is successful he will be in trouble نظام العصابات جوهان عارف لو مايكل نجح في الخطة بتاعته هو نفسه هيبه في مشكلة لانه هي زعم عصابة لما يوصل للكنز اول كلب ساعده عشان يوصل بيتخلص منه هو فعلا مايكل مدرك كذلك انا اسف جوهان فعلا مدرك ذلك ان مايكل لو اصبح الملك كل كلب ساعده هيخلص عليه مين يعني ساعده زي سيكسيمان يقتلهم ويجيب غيرهم الكلا بياما والخوا نيام جوهان يتخلص من جوهان وجوهان زمازا وخلص على ماكسيك كمان بيكوز هي نوستويه ماتش وصل جوهان كان فيه معلومة مهمة حبيبي ايه المهمة ان جوهان وز فيري ويك شخصية ضعيفة هو شغل عند مايكل بيكوز هي دينت لايك هم شغل عند مايكل مش حبا فيه هو خايف منه الصراحة متسالسة الزمان تماوود من قدامك وبدأ يحكي دوك مايكل دينجرس بلان طبعا اللقطة دي انا جابها لكم يا حبيبي من شابتر 7 هتتعد تاني في شابتر 7 وتتعد تاني في فكرة تاني لان الخطة كالقاتي والخطة زي ما انا قلتها لكم هي خطة واحدة بس مقسمة الى بلان اي و بلان بي يعني الصراحة قال له الاول وصف الكاسل قال له there are two rooms in the castle the first room was carved into the castle منحوطة جوه الكاسل it was lit by candles ما كانش فيه الالكتريستي there is no window مافيش اساسا شبابيك موجود فيها طلعت حراس زي ما انتو عارفين the second room الغرفة التانية هي ديت المرسومة قدامك كواسي جبت لك الصورة زي ما انت شايف تمام زرزة و انتو فاها و انتو بس الشباك مش طبيعي it was attached by a huge pipe والpipe لدتو تؤدي الى the deep mood تمام جميل يا مستر المنزر ده if you attacked لو انتو هجمتو الكاسل with few people خمسة ستة كده تجراؤوا علينا خلاص الاوامر ان ديت شرد مكلف انو killed the king and put the king و يدعى الملك into the pipe طبعا انا هتقوله الملك هيبانى على وش مين المية لا 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 the king was changed with heavy chains بسلاسل تقيلة وعشان كده the chains pulled him down at the bottom of the mood اللي انا قلتو ده تحفظوه يعني انا مش عايزك تحفظ كمان لان سبب الا السئلة مفيش السئلة مقالية بس سلاسل تقيلة هتاخدو الجثة وتنزل تحت المية بعد كده the other two men الاثين التانيين مالهم jumped into the pipe ينطو وبعد ما ينطو swim across يعوموا على الضفة التانية في two horses waiting في حصانين مستانيين هم وبعد ما يقضوا الحصانين they escape ديهربوا they disappear into the forest يعني لما تيجوا طبعا Mr.Rassendel هيطلع ابي جلاير كداب بفوصة رجالته who is the president there is no one مفيش حد مسجون هنا انما افرد انتو بقى if you attack the castle لو جيتو بقى بقى ويعوموا ويهربوا الاثنين بس هنزوت حاجة بقى طالما انت مقنع بقى وجاب كتيبة وقدم مثلا مارشالت سركنيتش وجاب كتيبة فضحته كتيبة بجلاجل عارف هنزوت ايه بعد ما نتن الملك هنزوت ونضح الملك هنضح حد مكانه وقال ليه وقال ليه أنت ايه عمو روبرت هينزو When you come لما تيجي مايكل مش يخاف منك he will come ويعلن قدام الناس انتو جايل ليه what's wrong وممكن يركع ويسجد كمال لواسجد راسندل انت حبيبنا وانت ملكنا ايه المشكلة يعني انت جاي تنقذ مين واحد من رجالتي اللي انا بعاقبه بعاقبه ليه انتونيت دوماباند اتكلم بايه اللي اتقادب قدام ضفتي انتونيت دوماباند ويطلع دوق مايكل امانو برينس والراجل عنده مبادئ بيراب رجالته بيعلمه اللي تيكيت وبنطلع كريزي ساعتها مجنون ميستر راسندل طبعا الكلام ده كان هينشل رسمي سابته وباسمع الكلام ده يخرب بيته يخرب بيته كل ده تقالي اولاد عايتولكو تاني عايتولكو تاني طب لو دخلت الكاسل برجال عددها كبير they have another plan عندنا خطة تانية if the castle is attacked by a large group of soldiers لو دخلتوا بعدد كبير من ناس they would do the same thing هعمل نفس الحاجة كده كده الملك مقتول يعني هنزود one of the six men واحد من الرجال البلطقية would take the king's place so Michael arrived at the castle Michael يوصل الكاسل عادي he could say that he was only keeping وكان بيحتفظ بواحد من رجال وكانتوا ليه قصد هو الصراحة he had been rude قنواقح to Antoine no one would believe no one would believe that the king was ever here وكان ما حدش هيصدقك انه كان في حد مسجون اساسا وتطلع انت كريزي ويطلع مايكل امان برينسبل انه بربي واحد برجالته بيعلمه الاتيكيت ازا يتكلم قدام ضيوفه يخرب بيته سابت بتكلم في قمة الغضب it is a very clever plan it means ده معناها if we attacked the castle quietly secretly openly with great army the king will still be dead كده كده الملك مايت لو هجمنا على الكاسل بهدوء او بسرية او بصورة مفضوحة قدام علنة يعني قدام الناس راسندل اديني ايدك وديني حضنك يا راسندل ليه I think this time ناكستير زي النهاردة السنة الجاية you still be the king الملك بتاعنا يتقتل ومبروك عركة روتانيا يسأل راسندل جوهان does the king know about Michael's plan هل الملك يعرف ان هو يتقتل قال له طبعا يعرف yes so does my brother حتى اخويا الكلب ماكسو هولف لازم ابلغ عنه ليه هو اللي ركب الأنبوبة put up the pipe ارجوك راسندل وانت بتخلص خلص على اخويا بالمرة ده حيوان اسرة واطية بيبلغ عن اخو it isn't easy to stay ما حدش نقدر ينام في الكاسل ده كلهم قتلة no one feels safe everyone in it is a criminal except the king thank you johan you can go back ارجع مرة تانية if anyone asks you لو حد يسألك who the prisoner is اسمه don't answer هو هتقوله على اسمه هو هتقوله الملك اللي جواه مسجون who can help you هنساعدك هنوقف معاك if you keep your promises otherwise you will never be cv again ومشى كده johan ونودع الشابتر الجميل وانا فرحم بيك اولاد اللي احنا بننجز والله يتعبوا معايا شواء عشان خطري يحميكو ربنا johan power to me ورح ماشي so what are we going to do now سبت يسأل هنعمل ايه قاله العمل عمل ربنا i thought long hard فكرت قلت له في حلين there are two ways في حلين منهمش تالت انهويت شهاية ولاد في الجرامر جميلة the king can come out of zinda اول حل مش فيه داية ربنا سبحانه وتعالى لازم يتدخل لازم لازم we have a miracle مصيبة اخدو والحل التاني مش فيه داية ايه الحل التاني the other is if one of the dogs the men betrays him الحل التاني برضو مش فيه داية واحد من كلابه يخونه واللي هيخونه روبرت مين هنزو بودع two chapters بالوركبوك القديم اللي كان عليه اسئلة شوز والله من سنتين بس طول عمري اسئلة مقالية بس انا مستخسر ومصراحة اول سؤال how does sabt know that the king was at the castle of zinda ازاي سبت عرف ان الملك موجود في الكاسل اف زند ان دروبرج مرفوع على فوق ثانيا he asked about سال على the other half of the six men مين موجودة فيهم بتاعة دروبرج اهي the droبرج to the castle was always a up or kept up حلوة why did antoine into my pen to write a letter ليه كتب الرسالة لمستر راسندل مش حبا فيه دابونان عن اوامر من مايكل اردر زا هي يا جماعة مايكل told here يعني ordered here to write it وانا قال له told if direct when direct معناها ordered he told me to stand up حلوة يا مستر antoine into my pen told راسندل قالت له michael's plan to become king قالت له خطة مايكل عشان يبقى مالك in 20 minutes في خلال عشرين ديه they will kill you and take your body to the old town accusing a town and the friends of killing you then they will send a messenger هايبعاتوا to kill the real king وبكده صفى الاربع فريلا ويبهو الملك what did راسندل think helped people to forgive his mistake in estrelso راسندل عند وقت ناظر للناس فعلا فعلا بتسمحوا في estrelso his popularity شعبته بتزيد وزيد makes people forgive his mistakes he was growing in popularity شعبته بتزيد لأنه مرة 2 ينزل all the part أنتوانين دوبابانت لم تعد تمكس مع مايكل عرفنا كلنا أنه مزيهاد كانت مشدة كلامية بينهم سابت لأسر وثابت لأسر مع السيربانت ورحلت بالسلامة what did راسندل use to escape from the summer house دي بيختلف عليها ناس كتيرة يا جماعة هو دا الحل بتاع الوركبوك محدش بقى يقول لادر بقى وقرب بقى هي a metal table لأننا جوة summer house تمام يا مستر يحميك ربنا نختم يلا يا أولاد مايكل wanted to marry the princess because عايز يجوز the princess لأن مشكلته في مامته wasn't from a royal family he wanted to be legal هي legal هي يا أولاد he wanted to become legally حاكم شرعي مش اهب شرعي إلا جوز princess كان دي في دا chapter 6 يحميك ربنا what did روبرت الحيوان do to when he visited the house in the country اللي هو أصدو البيت الاسم turnaheim house عمل في عمل في الفعل القذر دا طعنو غزو he stabbed him in the shoulder الله عليك وعلى جمالك آخر جملتين where was the king kept in the castle موجود في second room طبعا الغرفة اللي بتطل على الخندق المائي in a room next to the castle 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 moon لازم تطل لي على الخندق المائي اذا ما جرعت لك لي 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 عشان السلاسل الدقيلة هتغرز في المائي مايكل wanted his men to if the castle was attacked طبعا to kill the king to kill the king on the height كمان زبادي طب هيخاف الجس ازاي هو الملك متسلسل به في تشينز قلتلك يا حبيبي هي في اه تشينز يا سيدة ابو سيدة تركز بقى هتشوف الكلام ده الحصة الجاية مبروك علي وعليك two chapters وانا معايا رجالة ويحموك ربنا والتمثل العزر اللي انا انجازت الانجاز ده النهار ده بابا حبيبك مستر حسن نجار سلامة لجانا باي باي اشتركوا في القناة